أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرى للحكومة في دعم تعميق التصنيع المحلي لتقديم منتج عالي الجودة ومنافس قوي للمنتج العالمي مما يسهم في الوصول إلى المستويات المستهدفة للصادرات المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل وخلال جولة تفقدية لمصنع شركة مصر الحرير الصناعي وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار أكد مدبولي أن الحكومة وضعت خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج وشرعت في تنفيذها هذا وأشار مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة أن تغطي الصناعة الاحتياجات المحلية مشيرا إلى أن الحكومة تضع نصب عينها دوما دعم الصناعة بكل طاقة ممكنة وتشجيع إنشاء عدد من المصانع لتخطية احتياجات السوق المحلية